أهلاً ومرحباً بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنغا الأعزاء في هذه المقابلة التي أجريناها مع الأستاذ يوسف عزة المستشار السياسي لقائد الدعم السريع وتناولت المقابلة جملة من القضايا أبرز الهدنة والأوضاع في الخرطوم والأوضاع في دارفور والاتهامات الموجهة لقوات الدعم السريع بشأن الانتهاكات في الخرطوم وخرق الهدنة واستباحة الجنينة والمشاركة أو تنفيذ الهجمات في كتب وطويلة وغيرها من مدن ولايات دارفور وفي البداية نقول له مرحباً بك يا أستاذ في راديو دبنغا تتواصل المحادثات في منبر جدة للتوقيع على هدنة جديدة بالشأن أيضاً لطحة المبارك إلى أين وصلت هذه المحادثات ما يجري في جدة نعم هناك اختراح بذلك بأنه تكون في هدنة لعيد الأطحة لمدة خمسة أيام ونحن من حيث الموافقين على أي هدنة أنه تتيح لشعبنا في الداخل أنهم يعني صوت الرصاص يصمط وأنه يقدروا يعيشوا في فترة بتاعة سلام بالذات في العيد وكده فنحن منفتحين هذا الناغش ده بكل جدية أنه تتحقق ده ولكن حتى الآن لا يوجد نتائج واضحة لكن الخيار مطروح والنقاش مستمر هناك اتهامات موجهة لقوات الدعم السريع بخلق الهدنات السابقة والاستمرار في البقاء في المستشفيات واحتلال منازل المواطنين والوجود في الأحياء السكنية ما تعليقك؟ بالله أولاً موضوع المستشفيات ده موضوع من المبدأ أصلاً لا توجد قوات دعم السريع في أي مستشفى وده أثبتته يعني نفس الاتهامات دي زلت تردد في الميديا وتردد من نشاطات وتردد من جهات كثيرة يعني أصبحت هي غير محايدة في المسألة لأنه هي دارة تتهم الدعم السريع تم تشكيل لجنة من خمسة من الجيش وخمسة من الدعم السريع زائد منظمات ومراكز محايدة اللجنة دي ذهبت لزيارة المستشفيات سواء كانت دايات أو سواء المستشفى ولدينا تغرير أصدر التغرير أنه خلوه كافة المستشفيات من وجود الدعم السريع أو وجود أي غوة عسكرية داخلها وهذا مثبت ولكن ما زالت في جهات تردد نفس الشيء أنه الدعم السريع في المستشفيات الدعم السريع موجود في كل شيء في القصر الجمهوري في القيادة في كل مغارات الجيش فلماذا يحتل المستشفيات بالمنطقة يعني هذه دعاية لإدعاية يعني أنه الاتهامات للدعم السريع وغيرها هذا أولا أن أمفي لك تماما موجود أي غوات لدعم السريع في المستشفيات الشيء الثاني الأحياء السكنية المعركة هم بدوعة في الخرطوم يعني غوات الدعم السريع ضربت في الخرطوم ويعلم من قرروا ذلك وبما فيها غيادة الجيش أن الخرطوم كلها منطقة مدنية بما فيها غيادة الجيش غيادة العامة للجيش توجد وسط البلد توجد في داخل الأحياء سلاحة الإشارة في بحري يعني كل المغارات تحت الجيش الموروسة والموجودة هي داخل الخرطوم وليست خارج الخرطوم فما زالت وجود الدعم السريع في هذه المغارات شي طبيعي غير هذا الشوارع الرئيسية في كافة الخرطوم والكباري يسيطر على الدعم السريع ويضع فيها ارتكازات للتفتيش للأمن لإحكام سيطرتها على هذه المناطق هذه المناطق نعم هي الخرطوم كلها منطقة مدنية وبالتالي مسألة الدعاية وبيوت الناس وغيره هذه كلها نوع من إخراج الدعم السريع من الخرطوم بشكل دعاية سياسية هذه المسألة لن يستجيب لها الدعم السريع لأنهم بدوا الحرف في الخرطوم وستنتهي في الخرطوم والدعم السريع سيطر على الخرطوم ويحكم سيطرتها على الشوارع العامة على الممرات على الكبارية على كل شي وليس لديها أي مشكلة مع البيوت المواطنين أو المدنيين أو عبورهم يسر عبورهم في هذه الشوارع يتعامل معهم باحترافية هذا هو الوضع ولفهم هذه المسألة هي مجرد دعاية للضغط على الدعم السريع أنه يخلي المناطق وعمليا هم طالبوا بإخلاء هذه المناطق لتوقيع على وقف وإطلاقنا أي يعني نسلمهم الخرطوم ونخرج وهذا لن يحدث هناك شهادات كثيرة من مواطنين بشأن احتلال منازلهم ونهبهم امتلكاتهم بواسطة قوات الدعم السريع رأيك شنو؟ طيب أنا عايزة أقول لك أنا كنت في الخرطوم أولا الخرطوم هناك آلاف يلبسون دعاية الدعم السريع هناك سيارات مجحزة بما فيها لوحات الدعم السريع وهذه القوة معروفة هي قوة تتبع للقوني عسيل هو موجودة الآن مع البرهان ومحمد يونس العقيد محمد يونس هما الاثنين أدخلهم البرهان للخرطوم قبل ثلاثة أسابيع يوم 14 أبريل قبل الحربة يوم أدخلهم الغيادة العامة ومئتين وسبعين نفر منهم بما فيها غيادتهم مع البرهان هذه مسألة مخططة أولا جنود الدعم السريع كجنود أنا لا أقول لك لا توجد مخالفات نعم هناك قوة كبيرة من الدعم السريع داخل الخرطوم يمكن أن تكون هناك مخالفات لكن ليس بالحجم أن كل المخالفات هي للدعم السريع هناك عمل منظم لاستعداء المواطنين في الخرطوم ضد الدعم السريع وهذا العمل يتم بأشكال مختلفة دخول بيوت المواطنين النهب عملية مستمرة حتى مواطنين عاديين يدخل بيوت الناس وينهب وهذه مسألة من الصعب التي تسيطر عليها لأن قوات الدعم السريع يعني إلا تتحول لقوة شرطية وتترك المعارك هذه مسألة صعبة وجاري معالجته لكن الاستهداف الممنهج مثلاً دخول بيت عبدالله خليل ما هي علاقة الدعم السريع ببيت رئيس الوزراء السابقة عبدالله خليل دخول بيت برطم دخول بيت بوعرك البخيت دخول دار حزب الشيوعي واتلافة يعني هذه عمليات منظمة تقودها لإستخبارات العسكرية لتشويش صورة الدعم السريع ولإرسال رسالة ومحاولة تجيش آخرين ضده بشكل أو بآخر بيوت الرموز يعني هذه عمليات ممنهجة ومدروسة نحن لا نمفي وقيادة الدعم السريع أكدت إنها ضد أي احتداع للمدنيين وشكلت قوة قوة حماية المدنيين برغم خط ساخن للاتصال مزالة بيوت المواطنين يتم استغلالها ويتم تبرير لضربة للضربة العشوائي الذي طال بيوت المواطنين بما في ذلك تصريح معلل اللي ياسر القطي إنه إنه نحن سنضرب البيوت وفعلا ضربوا ودنوباي يعني هي معارك تبرر فشلهم في المعركة الرئيسية والمحاولة لتجيش الشعب ضد الدعم السريع هذه محاولة مكشوفة أفتكر شعبنا عنده وعي كافي يعني إنه يفهم إنه هل من مصلحة الدعم السريع دخول البيوت واحتلالها والدعم السريع ليس لديه جندي أنه ينهب ملايات أو شاشات تلفزيون أين يسهب بها كل الجنود هم في المعركة أو في خارجة أو في مؤجزة جهات مستمرة هذا بشكل عام يعني وبرضو ندين أي احتداء على بيوت المواطنين أي احتداء على منتجات المواطنين وفي النهاية ستتضح الحقيقة في هذا الأمر طيب هل ممكن تدين معلومات عن العقيد محمد يونس والمقدمة القوني عسيل وطبيعة الجهة البنت أبوليا طيب الشخصين الذكر كويس الشخصين اللي ذكرتم هم العقيد محمد يونس من منطقة دمى في دارفور والمقدم اسمه من القوني عسيل دين كانوا ضباط في قوات حرص الحدود عملوا مع برهان لفترة طويلة أيام كان هو في دارفور حولهم قبل سبعة شهور هو عادم للخدمة ودعوا ممكانيات أنه يجندوا والهدف منه أنه يعبروا الحدود لتغيير النظام في أفريغا الوسطى تم غطع ذلك أغلقت قوات الدعم السريع الحدود هذه الغوات تشكلت حتى صد عشرين أبريل بأنهم بتبعيتهم المباشرة لغوات حرص الحدود ويلحاقهم بالغوات البرية أصبحت قيادتهم من الجيش يقودهم الآن عقيد في الجيش عمل في الكرقسات سمو شابه الفاشر لسنوات اسمه أبو بكر ودى العسائلات الزلد معروف للناس أنه كان مسؤول مملف حرص الحدود فالناس ديلا الآن موجودين في الخرطوم في اليوم الأول أو الثاني للحرب هم هاجموا كل السفارات الغربية بإرشاد الاستخبارات العسكرية وتم التصدي لهم وتم تحت حراسة كافة السفارات الغربية هذه القوة دخلوا منهم 3100 للخرطوم بزي الدعم السريع بسيارات وبكافة المعدات الهدف أنه يعني أنا أديك الهدف الخفي الهدف أنه خلق المعركة بين نفس المكونات الاجتماعية اللي بينتمي لها غاية غوات الدعم السريع وبين مكونات من نفس القبيلة يعني تحديدا من قبيلة الرزيقات وهؤلاء هم معظم يعني غياداتهم من هذه القبيلة وبالتالي خلق السراح داخل الخرطوم بين أطراف هذه القبيلة والدعم السريع كان واعي لهذه المسألة لأنه سيغود للشرخ داخل القبيلة في دارفور وداخل المكونات العربية في دارفور لذلك الدعم السريع تعامل معهم بحكمة شديدة بما في علم بوجودهم في بيوت الناس لكن إذا تم الاعتداء عليهم أو إخراجهم أو ضربهم أو قتل أي منهم على طول سينعاكس ذلك في الواقع الاجتماعي في دارفور لأنه تلك هي خطة الاستخبارات العسكرية وأنه الصراع في الخرطوم سيتحول لصراع بين بين فصيلين من نفس المكونات الغبلية ونحن أكبر من أن نقع في هذا الخطأ هذه هي القوات التي لا يجد أهل الخرطوم أو المتابع من الخارج أي تفسير لوجودها أي نفس السحنات نفس الكدمول طيب دائل دعمي سريع ودائل دعمي سريع كيف تفرق بهنا لكن نحن راصدين كل شيء وعارفين كل شيء وعارفين من يدبر ومن يخطط ومن يغودهم ومن يعمل ومن يوجههم ومن يعني يحردهم على السريقات من ناس ارتكبوا فضائع بنوك سيارات المدنيين نحن قبضنا سيارات ولو بيض ماشا دار فور وإس يعني سيارات مدنية هناك عمل كبير وخطة كبيرة منظمة نحن نواجهها في صمت لكن قادرين على حسمها ويفشالها ولكن كل هذه الجرائن تحدث في أماكن سيطرة قوات الدعم السريع خاصة احتلال منازل المواطنين ونهب الممتلكات رأيك شنو؟ ما هي الخرطون كله مسيطر على الدعم السريع لكن نوع السيطرة شنو؟ الدعم السريع يركز على السيطرة على مغرات الجيش على حماية المنشآت الحكومية أو الشركات الكبيرة يركز على عدم اختراغ الخرطون من الاستخبارات العسكرية عبر الشوارع الداخلية الكبيرة لكن أقول لك من الصعب ومن المستحيل كويس لغوات الدعم السريع أن تضع مثلا سيارات لحماية البيوت في الأحياء أو سيارات لأن المعركة ما زالت مستمرة فالتحويل الدعم السريع إلى شرطة لحماية هذه البيوت أو إخراج الناس من البيوت يحتاج إلى حكام السيطرة الكاملة على ولاية الخرطوم وذلك ما يجري فيه العمل إذا كان تمت السيطرة الكاملة وإقلاق كافة المداخل والمخارج إلى ولاية الخرطوم سيتفرغ الدعم السريع لهؤلاء لكن الآن إذا انشغلنا بهذه المعركة أن تتواجه الطيران أن تتواجه حروب يومية يتواجه قوات غادمة من الأغاليم للخرطوم فلا يمكن أن تضع جنودك في قضايا لن يحمل أحد بيت على ظهره ويسهب به ستظل البيوت موجودة سيعود الناس إلى بيتهم وهذا ما سيتحقق بعد وقف الحرب أنا لا أمفي أن هناك ممارسات كثيرة هناك سريقات هناك احتداءات هناك أشياء كثيرة تحدث لكن الدعم السريع ليس لديه القدرة أو الآن في ظل المعارك والانشغال بها أنه يتفرغ لمثل هذه القضايا لأنها ستحسم وقلها ولا سيحازم راديو دابنك كان أجر مقابلة معاحد أعضاء اللجنة التمهيدية للنقابة الأطباء وقال أنه تقرير لجنة 5 زائد 5 غير دقيق وأنه الدعم السريع أخلى المستشفيات من المظاهر العسكرية خلال زيارة الوفد ورجع بعد الزيارة مباشرة رأيك شنو في الكلام؟ أنا شخصيا أمفي لك هذا كلام الآن صعب بأنه مين محايد مين منحاز مين يدلب التصريحات بصفاتر نحن الآن نواجه هناك منظمات كانت تعمل من أجل الديمقراطية من أجل الحريات من أجل قضايا كبيرة الآن اكتشفنا يعني يومياً بنكتشف أنها بترفع تغارير سراً دعم للجيش وبتشتغل مع الكيزان يعني الآن اختلط الحابل بالنابل ودوافع التصريحات أو دوافع الإدانات بتختلف من شخص لشخص ومدى رؤية الشخص للصراع هل هو صراع جهوية هل هو صراع بين مكونات خارج الدولة هذه المسائل من الصعب التدقيق بالصفات الرسمية للناس أنه فلان أنه هذا يمثل الجهة يعني مثلاً منظمة محددة للدمغراطية والسلام هل هي الآن بتخدم نفس الهدف هذا ينطبق على النغابات أيضاً وعلى كل الأشخاص اللي تحدثوا بإسما فأنا لا أأكد لك أنا كنت في الخرطوم منذ بدء الحرب وحين قالوا أن الدعم السريع دخل مستشفى شرق النيل وحولها لسكن عسكرية وبدأ الإعلام كله يتحدث عن ذلك أنا كنت في شمبات أول ظهور التغرير ذهب من شمبات إلى شرق إلى مستشفى شرق النيل يتأكد بنفسي من المعلومة دي وجد لا يوجد عسكري واحد من عساكر الدعم السريع وجد جرحة من الجيش ومن الدعم السريع يتم نقلهم وجد شباب من شباب المغاومة من شباب شرق النيل بيتبرعوا بالدم عاملين حملات للتبرع بالدم بيحسادوا في نقل الجرحة وجد مطوعين من الدكاترة يعني حالة بتحت تضامن كبيرة جدا في المستشفى مستشفى ومرضع مدنيين فاستغرف دين وما زال التلفزيون في نفس الوقت وتصريحات الناطقين باسم الجيش وغيرهم أنه الدعم السريع سيطر على على مستشفى شرق النيل وأنا موجود فيها والآخرين موجودين فيها ففي تعتيم في محاولة وتم ضرب مستشفى شرق النيل بالطيران ولم يدين أحد لأنه تم التمهيد لذلك بأنها تحولت إلى سكنة عسكرية نفس الشيء يحدث الآن يعني خمسة من الجيش وخمسة من الدعم السريع زائد خمسة من المنظمات المحايدة تمشي وتكتب تغرير وتجي وقل لك لا سحبوها ورجعتها ليه يرجعوها ليه أصلا لنحتى المستشفى هذا يعني بالعقل بالمنطق يعني التشكيك في كل شيء حتى التغرير لأنه ما دغير هل نغيب الأطباء هو ذهب وقبلها ونشر صور أو تأكد بنفسي أنه كانت هناك قوات هل الآن هو ذهب هذه مسألة ضحضة بيتم بتغارير ضحضة بيتم بأنه الهدف من وراها وضحضة بيتم أيضا بحل الدعم السريع محتاج أصلا لموقع مستشفى يعني الدعم السريع يسيطر على معسكر معسكرات الجيش كلها في ولاية الخرطوم ما دي يسهب لمستشفى والمدارس أفضل مدارس فاضية موجودة المغرارات الحكومية بكل ولاية الخرطوم في يد الدعم السريع فما الحاجة لأنه يسهب يحول المستشفى لسكانها السكري يعني نفسها بس بالمنطق أيضا ذكرت تقارير دولية ومحلية أنه قوات الدعم السريع ضالعة في اقتصاب عشرات الحالات في الخرطوم والتقارير دي صادرة من جهات أممية وجهات حقوقية في السودان مثل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وغيرها من الجهات ما رأيك؟ ملف دي مما ظهر في الإعلام موضوع الاختصابات غيادة الدعم السريع كلفت مديرة دائرة الطبية بمتابعة الملف بمتحقق منها لأنه كان هناك مستشفيات أبلغت أنها تلقت حالات تمت متابعة هذا الملف في الأيام الأولى بالاتصال بالمستشفيات بالبحث عن وصول الضحايا والتحقيق في الحوادث وبتعلم في النهاية هذه الضغات طلعت مجرد كلام ما في أي ضحية تستطيعنا الوصول بعدها خفت الموضوع بعد شوية بدأ أن هذه المسألة بتاع الثلاثة وخمسين حالة وغيرها هي تغارير أسلة مسبغا أنا أقصت عليه جهات حقوقية بهذه المسائل من منظمات تم إرسال معلومات هنا حاولنا تحقيق واستعدادنا لتحقيق وعبدت غيادة الدعم السريع استعدادها للتعاون في هذا الملف وبشكل عاجل لأنه الاقتصاد الجريمة لا يمكن التسامح معها وبالتالي طلعت التغارير غير دقيقة أنا ما أقول أنه ما في حوادث حصلت لكن ما هي مسؤولية الدعم السريع أنا هذا هو المهم أنه قوات الدعم السريع تريد التحقق من من جنودها أو من كده ارتكب هذه الحادثة لمحاكمته للغبض عليه لتقديمه للعدالة وإعلان ذلك للشعب السوداني هناك سعي لأنه عدم يعطيها الدعم السريع هذه الفرصة أنه يتحقق من المسألة حتى المنظمات بنفسها اللي رفعت هذه التغارير لم تتعاون ولم توجه هي موجهة لمخاطبة المنظمات الخارجية هي موجهة لإدانة الدعم السريع في المنابر وفي المنظمات الدولية هذا هو الهدف من الدعاية كلها لكن أن يكون الدعم السريع هو نفسه كطرف متهم لديه القدرة على التعاون وعلى العمل على الجهات التي ترفعها التغارير أنه يكون هذه الفرصة غير مرحبة يعني الهدف هو إدانة وإدانة وبغض النظر عن أنه متعاون أو يغير هذه المسألة أو لا يغيرها لهم قيادة الدعم السريع لا تغير ضد المدين ليست هناك رغبة للتعاون مع الدعم السريع في هذا أو يحطي هذه الفرصة نحن هذه المسألة كجزء من داعية الحال وجزء لإدانات ولكن كل الإدانات وغيرها سيتم التحكم منها والدعم السريع متعاون في ذلك وأن تقود إلى نصر عسكرية هذه هي المعركة عسكرية حتى لو أريمت الدعم السريع في المنابر الدولية أو صدرت إدانة ضده ونحن لا نستهيب في مستقبل الدعم السريع لكن هذا لن يغير مجريات الحرب يعني لن يغير طبيعة المعركة على الأرض العسكرية هذا بشكل عام في أصول في الأمس هذا الدعم السريع مستعد للتعاون الدعم الغبض على الأشخاص هذه مسألة وفبركة ومعروف يعني سيناريا ومعروف لا يمكن شخصا يقتصب ويفتخر بالاقتصاب ويسمح بتصويره في كل هذه المسألة يقول لك لا صور من الشباك أو جارتهم هذه تبريرات وهي وستخرج فيديوهات للأسف نحن خلال الثلاثين سنة الماضية تعودنا على أسلوب جهاز الأمن على أسلوب الاستخبارات على أسلوب الحركة الإسلامية في نشط مثل هذه الأشياء والهدف واضح يعني هم دعوا للمواطنين للتسلح رفضوا مواطنين ولاية الخرطوم الفكرة واشتغلوا أنه نحن مواطنين في الناس المهمين إذا سلحت مع الدعم السريح الجيش سيضربك إذا سلحت مع الجيش الدعم السريح سيضربك وبالتالي هم حاولوا إغحام المواطنين في معركة هم فشلوا في إدارتها فشلوا في الانتصار فيها والآن بيستخدموا هذا الأسلوب المستفز والمحرد لنزعات كويس بما فيه الجهوية يعني أنت المختصب لا قبيلة له ولا جهة له لا يمكن أن تنسبه إلى منطقة محددة لأوجهه بغيادة الدعم السريح هذه المسألة يجب أن يفكر فيها الناس إنهم فشلوا ومحاولة تجييش الناس بالعواطف هناك مكتابي منتشر باغتصاب جماعي لفتاة بوسط الأشخاص يقال أنهم من الدعم السريح هل شرعتوا في التحقيق في الفيديو؟ نعم من الأمس استخبارات الدعم السريح تحلل وتعمل للوصول للمكان الصور في والشخص الأشخاص اللي ظهروا في الصورة بما فيهم شخص يرتدي زي غوات مسلحة ظهر بالخطأ في الصورة ذلك عمل بيتم لرصد هذه المسألة ولوصولهم وإذا كان جندي في الدعم السريح ستتم حكمته علنا لأنه ربما يخدم أجندة الطرف الثاني لأسباب كان شكل المطالح اللي بتربطه معهم هذا عمل لاستفزاز الناس في عروضهم لاستفزاز الناس في كرامهم لاستفزاز رجولتهم السودانية العروفة أنه يقوموا ويحملوا السلاح مع الجيش وفي نفس الوقت هناك تنظيم إسلامي أو تغوضوا الإسلاميين تحت مظلة المغاومة الشعبية جفة المغاومة الشعبية وتم إعلانه بالتالي الخطوة الأولى تسليح المواطنين الخطوة الثانية أن تكون هذه المظلة التي تحكم فيها الجامن الشعبي والاستخبارات هي التي تكون هي التي يكون قاعدة لهؤلاء الشباب في معركة يتم يقحم فيها المواطنين المواطنين لا علاقة لهم بالحرب وليسوا هدف لأي طرف من الأطراف وليسوا جزء من المعركة هل شراته في التحقيق بشأن جرائم الاغتصاب المنسوبة إلى قواتكم نحن نحن التحقيق لا توجد لدينا معلومات عشان تحقق لازم أن تعرف أين حدثت الحوادث أين من هم الضحايا وين التاريخ الزمن المكان عشان تعرف وجود قواتك من الغايد المسؤول في المنطقة عشان ترجع يعني هذا التحقيق لديه نحن نسمح في الإعلام نسمح في تغارير الأمم المتحدة لكن لا أحد يؤوه رغم انفتاحنا واستعدادنا للتواصل مع الجهات التي ترفع هذه التغارير هناك حالة رفض في التعاون حالة رفض إعطاء أي معلومات لقوات الدعم السريع أو التعاون معها في التحقيق يعني هذه الحالات نحن مستعدين للتحقيق مستعدين للتعاون مع أي منظمة يعني منظمة ذات أحداث الحقيقية إنها توقف الجرائم نحن مستعدين نتعاون معها مستعدين نصل لأي شكل للتعاون مستعدين إذا هناك أي جندي أنا لا أقول لك الجنود بشر في النهاية إذا ارتكبوا أخطاء مستعدين يقض عليهم ومحاكمتهم أي نكشفهم وهذا موقف معل ننتقل الآن لمحور آخر وهو محور الدهرفور ومن المعروف إنه جنينة شهدت أحداث دامية راح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف وأصيب تمانية آلاف حسب التقارير هناك اتهامات موجهة لقوات الدعم السريع باستباحة الجنينة والاتهامات موجهة من والي غربي دارفور خميس عبدالله أب بكر قبل أن يتم اغتياله وسلطان دار مسالية السلطان سعد وأيضا من جهات كثيرة رأيكم شون في الاتهامات طيب أنا أقول لك والحاجة أنا تاريخيا معروفة المشكلة فيها الصراع بين كبال العربية والمسالية من 96 خلقوا النظام البيت بغرارات داخلية يعني مسالية السلطنة عندها عراف الغرارات اللي أصدر النظام السابق تتعارض مع العراف والإدارية والمفهومة لدار مسالية وبالتالي نشأت الحرب تمت معالجات ومؤتمرات الصلح وكل الناس كانوا العقيدة من الدائبي وبورهان كان تم تكليفهم بينهم يعالجوا الملف يعني هذا ملف قديم يتفجر كل وقت غيادة الدعم السريح كانت وعية بالملف ده وشهر سبعة ستة وسبعة 2022 كان غيادة الدعم السريح هناك موجودة لمنصالحات لأنه هذه النقطة التي تستخدم دائما لضرب أي ضرب دارفور وإنستطعنا توقيع مصالحات كبيرة وبما فيها يعني الهلال والمريخ أنه يمشوا يلعبوا هناك عشان الناس ينقسموا هلال المريخ بدل ينقسموا عرب مساليتي يعني ده كان الرسالة للناس ينقسموا أي كان حزب ولأي كان لكن ما ممكن نخلي الانقسام العرقي يستمر ونحن بنشوف يعني كنا جزء من الدولة هذه مسألة كبيرة جدا طيب هل هناك فعلا مليشيات تساند الدعم السريح هذا هو السؤال الذي هو كل الميديا العالمية أو كده إنه هذه المليشيات العربية تحديدا يعني إنه تساند هذه المليشيات تم تأسيسه وتوزيع السلاح لها وإدارته من الاستخبارات لتواجه الدعم السريع وليس للتحالف معه ولضرب الدعم السريع وليدخال الجنين في صراع إسني وأهلي عشان ضربوا مشروع الدعم السريع في الخرطوم أو أمريكا الدعم السريع في الخرطوم هذا للاسف ما وقعت يعني منذ اليوم الأول كان هذا هو التكتيك وإيضا تسليح المسالي فتح يعني مراكز ليتغاتل العرب والمساليت في الجنينة وإبراز إنه يا أخي كل الصراع اللي يدور هو صراع غبلي ونادي مجرد غبليين وما عندهم سياسة هذه الرسالة للمركز اللي وصلها للناس يعني وعيس أنا لا غير إن هناك جرائم حقيقية حدثت هناك غتل على أساس عرغي حصل والمساليت نفسهم غتلوا من العرب والعرب غتلوا من المساليت لكن موظيف الدعم السريع واضح وتوجيهات واضحة لا يدخل لا يحرك أي غوة حتى للفصل بين المتحاربين التزام بمغراته المغرات الموجودة فيها المغرات الحكومية الموجودة فيها ومطار الشهيد السبير اللي هو المسيطر على الدعم السريع لا يتحرك في أي شيء الجيش حرك دبابات للأحياء وضرب مصورة وموجودة والجزء منها موجود والمواطنين كلهم حاضرين الجيش ضغط على الشهيد الخميس إنه يتبنى موقف واضح إنه هو مع الجيش وإيش حتى يوم موته ما تبنى الموقف ده ما تبنى الموقف ده نهاي صاحب خفف من ذلك بأنه الدعم السريع لكن نحن نفهم ذلك طيب هم هذي الماليشيات استهدفت يعني هم تخلوا عن حماية خميس الجيش تخلوا حتى خميس ويد في مجل يعني دخل مبنى اليونيس شايف أظنه حسب المعلومات المتواترة وحاول حماية نفسه الماليشيات دي استهدفته هو شخصيا ذهب إلى معسكر الاحتياط المركزي ليجد الحماية أيضا لم يجد الحماية وكانت الماليشيات تلاحقه كويس في اللحظة دي اتصل على غاية الدعم السريع قال ليه وهو يعرف وكان شغال معه في لجنة الأمر كويس يا فلان عديل عبد الرحمن أنا في موقف كده 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 ومحتاج حماية ده كل اللي حصل غاية الدعم السريع حرك سياراته وغوة بسيطة جرى ووقف للناس قال ليه أخوانا خلاص أنا حماية الزلد لكن هل يستمعوا لي إذا كانوا فعلا هم متحالفين مع الدعم السريع هل كانوا يضعوا الدعم السريع في هذه النقطة وايس أم استغلوا الظرف وضربوا قوات الدعم السريع الموجودة وأخذوا خميس بالقوة ورغم أنه تم يخراجه حسب ما عرفت أنه تم يخراجه بسيارتين وكان ماشي تشات وماشي وعدة من ثلاثة ارتكازات بتنسيق من الغاية ولكن في النهاية غبض عليه وقال بالطريقة البشعة اللي شفناها هذه المسألة يعني هذه روايات الدعم السريع لكن حتى يتم التحقق من الرواية منفتحين على التحقيق إذا كان دولي إذا كان تحقيق محلي إذا كان تحقيق بأي شكل عن الدور بتاع الدعم السريع في حداثة جنانة وإذا الدعم السريع مستعيد لأي تحقيق بما فيه المحكمة الجنانية الدولية ما عندنا أي مشكلة في المسألة دي بمؤسس المؤسسة نحن ليس لدينا مصلحة وبالمنطق ما مصلحة الدعم السريع في معركة زي دي في وقته في غاتل في الخرطوم وما ما أصلحته فيه يغتل خميس بالطريقة دي وينشر ويحتباره جزء من الدعم السريع ويتقبل استغلال الحادثة وهو بغاتل في معركة في الخرطوم هدفه أكبر وأوسع لتهسيس بلد جديد لتهسيس مستقبل جديد لأنها دولة ستة وخمسين في أجندة كبيرة جدا يتورد في سراع قبلي هذا بالمنطق إلا تكون غيادة غير واعية أو الدعم السريع غير واعي بطبيعة المعركة أو بطريقة طبيعة الأجندة البغاتل من أجلها فهذا كله عمل مستعد يعني لا يمكن تاخد روايتي أنا أو روايات الطرف الآخر الناس مستعدة لتحقيق أيّا كشكلت حقيقي طيب الفيديو الخاص باعتقال خميس عبدالله بكر وإدخاله إلى مقر حكومي مكتوب على مكتب القائد هذا الفيديو ظهر فيه ما يشبه الإنسيام بين أفراد الماليشيات وقوات الدعم السريع ما رأيك؟ لا ما هو هو أول حاجة أول حاجة أقول له يعني التصوير كيف ما في عداء في عداء لأنه هو الغاية نفسه أخده للمكن كويس للمبنى ودخل وإنت شبت كان في ذلك يعني حاول يهاجم بالكرسي يضربه بالكرسي الغاية هو الصد الكرسي ودخل وطلع للناس في الباب وقال له خان الموضوع ده انتهى خلاص أمشو وقال ما الدعم السريع نفسه هو كان حيواجه الماليشيات دي يعني الماليشيات دي هي العمل اللي بتقوم بيه ده هو اللي سأل للدعم السريع قبل غيره وهزيمته سياسيا وهزيم وتصويره كيف ما ما في عداء يعني بينه وبين الدعم ده تحليل ممكن لمشهد لمشهد صغير لكن الحقيقة انه هم بيعمروا كل بيجوا مباودة بتوجيه من الاستخبارات العسكرية لتدمير صورة الدعم السريع في الولايات هادي 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 الهدف وتصوير انه ده اهتغال اهتغال اصلا وفي في التياط المركزي ممكن يشهدوا علي يعني انه جاء طلب شنو من فالموضوع يعني احنا ما يعني من الصعب تصديق الرواية في وسائل الاعلام لكن انا كل اللي بأكده وبأكده اهلا في الجنة تحديدا انه التحقيق التحقيق الشامل الكامل سيجي المسألة دي والدعم السريع ليس لديه مصحة في عادات المسالية او التحالف مع ماليشيات منفلتة او ايا كان شكلها قبيلة اشنو حاجات اشنو ده ما موضوعنا لان نحن الان في ماركة غومية على مستوى السودان ليس لدينا مصلحة في اي صراعات قبلية ونالناشط ما ينجر في تريكات الناس كلها فهمها يعني عارفين مصدره ايضا هناك اتهامات موجهة لقوات الدعم السريع بمهاجمة المواطنين والنازحين في كتم بولاية شمال دارفور وهذه الهجمات راح ضحيتها عدد من الاشخاص طيب حدي اول انا كتم دي ما دي انتي يعني كويس وعارف طبيعا الصراعات فيها كتم يعني ما حدث في كتم مختلف كتم نعم الدعم السريع استهدف بشكل مباشر الحامي وسيطر عليها سيطر على الحامي لكن ماذا كان قبل سيطرة الدعم السريع للحامي بيوم ويومين هناك العقيد حافظ داود في حرص الحدود الحافظ حافظ داود قبل اسبوعين من الحرب كان قاعد مع برهان في الخرطوم ليس طرفا هو عنده عداء معروف مع الدعم السريع جاء وقاعد وشال الأموال وشال توجيهات ومش عشان يجند القبائل العربية في شمال دارفور كويس لصالح الجيش وتمت إعادته للخدمة في قوات حرص الحدود بالجيش كويس وذهب حافظ داود مجرد ما وصل كتب ما لقى استجابة أول حاجة من العرب لأنه يقفوا ضد الدعم السريع ويتم تجنيدهم لصالح الجيش ما لقى يستجابة ولف مشى المناطق شمال دارفور دي كل عشان يعمل تجنيد لقى عداد بسيطة جدا استجابة له حافظ داود تم اغتياله كويس كتله يتعارف إنك لما تقتل شخص هو بمثل غيادة لفرع من فروع القبائل أو لأي قبيلة بالتأكيد التوقع رد فعل رد الفعل دا هو اللي أصهر الصورة إنه الدعم السريح سيطر على غيادة الجيش ووضع 12 سيارة داخل السوق لحماية الدكاكين والسوق كان عادي الجزارات شغاله فجأة جاءت المجموعات الماليشيات دي على يعني من وين فجأة ظهرت وبتوجيهات وبإساءة وبضرب المواطنين وبالدخول معسكر كساب نحن نحن أولاد كتب وكأولاد منطقة جميعا بغض النظر عن قبائلنا وقفنا لأنه حماية شعب كتب وأنا شخصيا من خلال علاقة بالدعم السريح يعني كنا على اتصال مباشر بالغايد أنه المسألة دي ما تمشي بغايد الغوات هناك الموجود وأنه المسألة يستضل لهم يبقى قبيلتهم شنو يبقى أي صراع قادم النجل تضربهم بس كويس أنه تحمل المواطنين ده كان توجه الدعم السريع لكن يا أخي نحن نواجه شغل منظم شغل تغوض الاستخبارات عسكرية شغل تعدول من 56 يتخطط لنفس الإشكال إذا حصلت مشكلة في الجنوب يأمل غوات صديقة موالية يضرب الآخرين يجند مليش يجنجاويد تضرب الحركات المتمردة يعني أي مكان هو نفس الأسلوب نفس التكتيك لإسارة النارات الغبلية من أجل السيطرة في الخرطوم الآن نحن معركتنا في الخرطوم ستتم معالجته بأهل كتب نفسهم الجنين ستكون معالجته بأهل الجنين الأسلوب بتاع إدخال الآخرين في صراعات بينية للإنفراد بالسلطة في الخرطوم ده انتهى وما ممكن يكون تاني والحماية الوحيدة لشعبي من كل الممارسات وظواهر العنف اللي بتحصل دي بتتم إنها دور السلطة المركزية اللي سبب في ذلك إنها دور ما يسمى الاستخبارات العسكرية للجيش اللي هو الجيش الماسوداني الجيش اللي بيضرب السودانيين من ستة وخمسين لغاية الليلة إنها الدور ده وإنها دور في التأثير في الأطراف والعنف اللي بيستخدم ضد الأطراف والتكتيكات لجرى الناس لعنف قبلي وبيني نحن في دارفور عشنا سبعمائة سنة كسلطنة هل كان في صراعات زي دي هل كان في في السلطة في الخرطوم وطريقة ممارسة السلطة وطريقة إدارة الدولة ودل أن نحن بنغاتل أن نجل أن يتم إصحاح المسألة دي كلها هزيمة الدولة دي كلها وتأثيس لوطن جديد خالي من الحروب دل هدف الأساسي نقول لناس دارفور ما تقعوا في الخطأ تعارب كتلون ما عارف مسائلات كتل والعرب دي قضايا يعني لو تابعنا ما عندها نهاية وإيس شوف أي منطقة يستهدف الدعم السريع بيمشي بيكون هدفه الآن الدعم السريع عنده حرب مع ما يسمى بالجيش السوداني ودي حرب معلنة ما رأي لا أي تغطية نحن نرى أن الجيش ده ما بمثل السودانيين أن الجيش ده ما بمثل الدولة أن الجيش ده يعني يجب أن ينتهي وتأسيس لجيش جديد أي مكان يدخل الدعم السريع بيستخدموا فيه التكتيك ده وفيه ناس جاهزين ومستعدين أنه هما ينفذوا مخططات سواء كانوا جبائل عربية سواء كانوا جبائل غير هما مستعدين يعني أنه لأن المسألة ده فيه أجروش وفيه مصالح وفيه سلاح بالدفع وفيه يعني اتفاقات تحت الطرابيزة بتتم مع الاستخبارات العسكرية وتوجيهات مباشرة لأي نصر يحققوا الدعم السريع على الجيش في أي منطقة بيتم مباشرة حشد الجبائل الجبائل المحددة وربطها بالدعم السريع أو إنشاء عنف غبلي عشان أنه تطلع الصورة لا أنه ما انتصر على الجيش لا أنه الصورة أنه في سرعة قبل الدعم السريع المسألة دي بيقى تواطح ومكشوفه وما أفتكر أنه بعد عشرين تلاتين سنة حروبات مع النظام ده ثاني نجح في نفس الخطأ نفس التكتيكات دي أنه تنجح علينا أفتكر أنه أنه نحن بالدم بالموت بما دفعناه ومن ثمن في دارفور يجب أنه نوعه نوعه ونعرف المخطط بمشاكلنا نحن نجي نقعد عن إحنا نحن أبناء دارفور كويس أنه نحن نقعد وبيداراتنا وبتاريخنا وبقرسنا الموروز في حل النزاعات وبتاريخ دارفور حكمها أنه المساعدة كلها تتحل ولو يحصل جبري ضرر يحصل محاكمة الناس المسببين في العنف ويعادة دارفور للسلم لأنه لو تركنا دارفور وده المخطط الماشي أنه تتورط في عنف غبلي وأهلي وهيستمر ما حنقدر نسيطر عليه ثاني ولا حتى لو الدولة دي انتهت ما حنقدر نسيطر عليه فأنا بالرسالة الوحيدة وبديم أي عنف غبلي أي كان شكله أي كان ممارسه لكن في نفس الوقت بدعوا الحكمة بدعوا الناس أنه ما تنجرى وراء المسألة دي وتحديدا العناصر اللي عاملوا على الاستخبارات من أبناء القبائل العربية كويس تحديدا اللي تم يرجعهم ليحرص الحدود واللي بيتوجههم الاستخبارات العسكرية اللي بينفذوا مخططاتها أنا بيقول لهم أنه نحن عارفين نحن عارفين اللي بيتفعلهم عارفين كل الأشياء اللي بتحصل والاتفاقات اللي بتحصل وحيحاكموا حيحاكموا وأنه نقول لهم أنه الجيش اللي بيرهنوا عليه ده ينتهى في الخرطوم ينتهى ما حينجح في دارفور ولا حينجح في أي منطقة ونقول لهم أنه يونكم جاي كويس هنحاكمكم بتدخيل إدخال القبائل في الصراعات دي والدعاية اللي بيتخوضوها داخل القبائل دي وهيتحاكموا الليلة أو بكرة وما هنغير للعنف اللي عملوا ولا دورهم في المعركة لأنه هم اللي بيرهنوا في دارفور أخطر من المعركة اللي نحن قواتنا في الخرطوم بتخوضها لأنهم دارين نضربونا من الخلف وده دور نحن هنعرف نتعامل معه وكيف ده حرب بالنسبة في ختام هذه المقابلة التي أجريناها مع الأستاذ يوسف عزة المستشار السياسي لقاءة قوات الدعم السريع بنشكر الأستاذ يوسف على الإفادات المهمة وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول لكم إلى اللقاء